الحكم على الشيء فرع عن تصوره افهم المسألة الاول وبعدين نفتي فالتصور رقم واحد اتنين الفتوى ده اللي حقوله لسماحة المفتي واحنا بنتكلم في قضية البنوك قضية البنوك البعض خد موضوع الربا واسقطوا على المعاملات البنكية رأي حضرتك ايه؟ وهو سيادتك اللي بينظر هذه النظرة بيتصور ان قضية البنوك قضية ريبة ولذلك يقولك الربا محرم وهم حللوه احنا محللناش الربا ولا يجرؤ احد في الكون ان يحلل ما حرمه الله سبحانه وتعالى الله 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 لكن القضية ان هذا العمل في داخل البنوك هل هو مما يدخل في الربا ولا خارج عن دائرة الربا ايوه هذا يحتاج الى ان نتصور المسألة اولا صح كده ان نفهم الواقع اولا هل ما يجري من اذاع او غير اذاع في اعمال البنوكية يدخل في هذه الدائرة احنا وصلنا الى ان هذه المعاملات هي معاملات حديثة لم تكن قبل ذلك ولذلك ضبطناها باطار اخر اسمه نظرية الشروط والاركان في العملية التعاقلية المالية هذه المنظومة من الشروط نعم عن هذه البيوع المختلفة وعن هذه العقود المختلفة وجدنا ان الخيط النازم في هذه العقود المختلفة انها قد تؤدي الى غرر انها قد تؤدي الى تدليس او بمعنى اخر قد تؤدي الى عيب من عيوب الرضا والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم مبدأ الرضا ده مبدأ اساسي نحن نظرنا وفق هذه المنظومة ايضا لكي نفهم الواقع فهمت دقيقا هل هذا الواقع هل هذه التعاملات تؤدي الى غرر او تدليس لم نجد شيئا من ذلك بل وجدنا امور منضبطة تماما ولذلك قلنا بانها خارج دائرة الربا المحرم هذا وبعدين من ناحية الواقع احنا جربنا المستريح كثير يعني شوف الذين اخذوا اموال الناس تحت ظلال هذه الفتاوى ايضا تحت ظلال فتاوى هؤلاء الناس الذين يأخذون بان تعاملات البنوك من باب الربا انا كانسان من العوام بقى تشكك ولذلك اروح للمستريح والمستريح اخذ فلوس ومشأ اذا ما هو المجال الذي يضمن لي استثمار مالي والتربع فيه باريحية وبضمان وبشكل امن وعدم وجود محزور شرع في اطار هذا العقل الحقيقة نحن نحتاج لكي نصدر فتوى معينة ان نتبصر نتبصر المسألة اولا من ناحية فهم الواقع ثانيا من ناحية الاستدلال على هذه الواقعة ثالثا من ناحية حتى المقالات التي تترتب على هذه الفتوى المقال ايضا نروك من اركان الفتوى ينبغي للمفتي ان ينظر اليه عندنا باب كبير متى يسكت المفتي في بعض الحالات لا يجيب ليه الا ان الجواب سيرتب فتنا فتنا ومفاسد عريضة جدا ولذلك علي ان يراعي هذه الابعاد المختلفة كم من الفتوى لم تراعي كل هذه السياقات التي ذكرتها لم تراعي فهما للواقع فهما دقيقا ولم تراعي استدلالا صحيحا وانا لو عديت ما نحن احصيناه في دار الافتان المصرية من فتاوى كثيرة جدا داخل تحت معايير علمية حطناها وفقا معايير العلمية التي عندنا وجدنا بانها يعني فتاوى ليست قائمة على اساس صحيح طب يعني حضرتك كده يعني بتقول بشكل وواضح وصريح ان اداع الاموال في البنوك والحصول على والحصول على فوائد من هذه الودائع من الامور الجائزة شرعا وليست محرمة وليس فيها ربخ ليست داخلة في دائرة الربا أبدا بحالة من الأحوال وهذه طرق حديثة لاستثمر الأموال ويجوز الإيداع ويجوز أخذ الأرباح أو الفوائد تسميها كيفما تسميها نحن لا نقف عند الأسماء وإنما نقف عند المعاني والمضامين مضمون هذه الأموال أننا استثمروا في البنك ولو سألك سائل ولك إيه هو الربا إذن؟ الربا في دائرة تانية خلص مختلفة متعلقة بقضية القروض وقضية الديون وعلى التحقيق البنك ما بيقترضش مني ولا أنا بيقرضه ده تمويل ده تمويلات حتى في بعض الأمور يعني يقول له طب روح يسأل البنك هل لو سألت البنك الموظف أنت بتقترض من فنو ويقول لك لا أنا ما نقترضش كبنك أهل نقضي فلوسك نستثمرها لك أو نحفظها لك ولو سألتيني أنا أنت راح بالفلوس تعمل إيه عند البنك نقول لك أننا راح نوجع هذه الأموال راح نحط هذه الأموال للاستثمار أو للحفظ يعني أنت من تشريح تقرض البنك أقول لك لا أنا لا أقرض بنوكا البنك ليس في حاجة إلى قرض ولذلك دائرة الربا منحصرة في هذه المنطقة في قضية الديون في قضية القروض وهذا كله خارج نطاق العمل البنك إذن هذا ما قلناه من قبل